المسألة بالنسبة لي تعدت بمراحل مسألة مدبحة المصيرات لأنه حينما يكلف المدبحة رقم 1000 أو 1000 أو 10.000 الشعب الفلسطيني يعاني من الذبح بقاله تقريباً 100 سنة من أول العصابات الصيونية مروراً بإعلان دولتهم المزعومة حتى هذه اللحظة السؤال إلى أي مدى تعتقد أنه إسرائيل قد يكون موقفها سيئاً أمام المجتمع الدولي واللي بظن أنه هيقف طول الوقت في حالة المشاهدة إلا النظر القليل جداً يعني بداية انتحية لك ولضيفك الكريم والمشاهدين جميعاً والحقيقة أنه الاحتلال الإسرائيلي بدأ يتراجع في سمعته ومكانته الدولية التي بدأت تهتز كثيراً تحديداً بعد 7 أكتوبر كجرائم يندلها الجبين حتى عندما حصلت 7 أكتوبر كلنا شاهد أن العالم كله متعاطف معهم لأن الصورة كانت باتجاه أن هناك جرائم جرت في داخل الاحتلال الإسرائيلي لكن بعد ذلك تبين العكس وبدأ العالم كله يشاهد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والأطفال ومستشفى المعمداني ثم مستشفى الشفاء ثم مستشفى شهداء الأقصى ثم شهداء أبو يصف النجار وغيره من المستشفى التي جرت فيها المجازر من مستشفى ناصر وغيره من مستشفى التدمير المدارس المستشفيات المؤسسات دور الإيواء الخيام للنازحين كل ذلك جرائم يندلها الجبين والعالم كله الآن بدأ يدرك حقيقة هذا الاحتلال وزيف ادعاءاته بالمناسبة هو عندما تأسس يعني أسس العالم هو كان يريد أن يتخلص من العبء لهذه الجماعات وكذا أنت تعرف في أخي سعد النائب في حقيقة المشهد أن هؤلاء جماعات وبقايا شعوب متناثرة منتشرة في على مستوى أوروبا وتم طردهم من أوروبا وتجميعهم في فلسطين للتخلص من العبء الديمغرافي والعبء الأمني والعبء الاقتصادي والعبء حتى الأخلاقي في مسألة الازدواجية التعامل معهم والظلم الذي كان في أوروبا باتجاههم وبالتالي التخلص منهم نحو فلسطين ولهذا العالم لا يريد هذا الاحتلال أن يعود إليه وبالتالي كان هناك دعما مطلقا للتخلص منهم واستمرار على فكرة الهولوكست الذي جرى بحقهم الآن التحول الآن أن العالم بدأ يرى أن هؤلاء الذين يعني أزعجونا وصدعوا رؤوسنا في أوروبا وكل ذلك بدأوا كمان يرتكبوا المجازر بحق من؟ بحق المدنيين والناس المواطنين الذين يعني كانوا في فلسطين وظل المجتمع الدولي والدول العظمة أتحدث عن الحكومات والساسة والنخب المفكرين وليس الشعوب باعتبار أن الشعوب دائما الشعوب ما تتعاطف مع الحالات الإنسانية لاحظ حتى الشعب الأمريكي كله وقف أمام هذه المجازر بصلابة ضد الإدارة الأمريكية وحتى هذه اللحظة في الجامعات والمدارس الآن الحكومات كانت تساند هذا الاحتلال وتروج للرواية الإسرائيلية لأنهم مسيطرين على الإعلام الدولي ومسيطرين على الاقتصاد الدولي ومسيطرين على حتى تلبيب السياسة الدولية كلهم يعني يديرون هذه الأمور بحرفية ويديرونها من خلال المصالح وتبادل المصالح مع دول العالم الآن العالم كله لا يستطيع أن يقف في وجه الحقيقة التي تقول هناك دم يسيل أطفال يموتون ونتنياهو يقول للعالم هذا مجرم كيف فبالتالي إما أن تسقط هذه الحكومة من يعني شعبها الذي ينتخبها إما أن تسقط في الانتخالات القادمة سواء في فرنسا مثلا أو في ألمانيا أو في بريطانيا أو في أسبانيا أو في وبالتالي بدأت تحول عنده الحكومات مضطرين للاستجابة للإرادة الشعبية الأوروبية والإرادة الشعبية داخل كل دولة على حدة حتى الإدارة الأمريكية عندما خرجت إلينا بفكرة وقف اطلاق النار وضرورة الخروج بحل الدولتين هي كانت تهدف بالأساس إلى إسكاة الرأي العام الداخلي وتقديم مساعدات بصورة عاجلة للشعب الفلسطيني يا حرام يعني هذول الناس صاروا الحين يتعاطفوا معهم وهم الذين يمولون هذا الاحتلال بالسلاح وغيره وبالتالي أنا أود أن أقول بشكل أو بآخر أن الاحتلال بدأت شرعيته السياسية المكتسبة دوليا هو أساسا قائم على العلاقات الدولية وبدون العلاقات الدولية لا يوجد كيان على الأرض لا على المستوى الشعبي ولا على المستوى الديمغرافي وبالمناسبة حتى على المستوى الداخلي هناك تفكك في داخل الرؤى الداخلية بشكل عنصري واضح هذا الاحتلال ممزق داخليا لا يوجد تفاهم ولا تجانس ما بين الأشكناز ولا سفرديم ولا الماروك المغاربة ولا حتى اليهود الشرقيين ولا يهود حتى أوروبا الشرقية ولا حتى اليهود الفلاشة كل هناك حال التمزق وتفكك عنصري بشكل واضح وحتى قادة الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن تجد رئيس وزراء من الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن تجد رئيس وزراء من الاحتلال الإسرائيلي من أصول يهود شرقيين أشكناز فقط بس أشكناز فقط أشكناز وهذا يدلل على مدى العنصرية التي يتحلى بهذا الاحتلال النقطة الأخيرة التي أود أن أقولها أخي سعادة النائب وضيف الكريم أن الآن العالم يتحول هذا التحول يمكن أن نستثمر ونحن كشعب فلسطيني ومن خلفنا الأمة العربية المساند أو الظاهر الاستراتيجي يجب كمان أن نضع نقطة مهمة جدا في هذا السياق التحرك باتجاه المؤسسات الدولية على مستوى الأمم المتحدة ومن ثم محكمة العدد الدولية محكمة العدد الدولية في جنوب أفريقيا وهي نموذج كان مهم جدا في جنوب أفريقيا كانت من الذي أنشأ حكومة البرتايد في جنوب أفريقيا العالم الغربي الأوروبا دول هي عبارة عن نفس الجماعات ونفس الفكر البروتستانت الذي كان هناك رفضا من كل دول أوروبا لهذه الجماعات التي كانت موجودة في أوروبا باعتبارها متشددة لفظوها إلى جنوب أفريقيا وكونت هذا الكنول وقامت بالممارسة العنصرية الرهيبة ضد السود في داخل أفريقيا وبالتالي العالم بدأ يقول لها قفوا كفا كفا جرائم بحق المدنيين احنا سعدناكوا في التوقف لذلك عندما أصدرت محكمة العدد الدولية يعني قرار في ذلك الوقت ضد هذه الحكومة الأبرتايد بالعزل ومن ثم بمنع تصدير السلاح إليها ومعاقبة كل دولة تصدر السلاح الآن نحن نفس المشهد نتجه إلى إسرائيل كاحتلال قرار غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وضع على القائمة السوداء يمكن أن يبنى عليه ويأخذ كما هو ويذهب إلى محكمة العدد الدولية من أي دولة وحتى من جامعة الدول العربية من الدول العربية الشقيقة تتجه بشكل مباشر باعتبارهم دول كاملة العضوية ومن حقها أن تتقدم باعتبارها متضررين من هذه الجرائم وإنفاذ القانون الدولي بحق هذه الدولة باعتبارها على القائمة السوداء وترتكب مجازر بحقها يجب على محكمة العدد هنا إصدار قرار بمش بالعزل فقط بمنع تصدير السلاح إلى الاحتلال إسرائيلي وبالتالي تكون نقطة بداية السقوط لهذا الاحتلال بشكل أولاً مباشر